السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل سهلا ومرحبا بكم في المحاضرة محاضرة الأرثروبودة مفصيلة الأرجل بجزئها الثاني وهي سوف تتحدث عن السبفايلة منديبيولاتة وسنبدأ بالكلاس كريستيشيا ننتي الآن إلى التحت إلى الشعبة الثانوية أو تحت الشعبة أو الشعبة الثانوية الفكيات منديبيولاتة وسنأخذ أول صنف من الفكيات اللي هو القشريات يمتاز القشريات تمتاز القشريات بأن جسمها ينقسم إلى سيفالوثوركس أبدومن كما أسلفنا في المحاضرة في بداية هذه المحاضرة يتكون من رأس وصدر أوكي هيدان ثوركس أوكي هذا السيفالوثوركس والجزء الثاني هو البطن أبدومن طول القشريات يتراوح من واحد مليمتر إلى أربعة أمتار وهذا دليل على أن هذا الصنف هو صنف متنوع فيه العديد من الكبير هذا الكبير من الأنواع الكشريات هي المفصليات الوحيدة التي تحتوي على زوجين من الأنتنة نقطة مهمة هي المفصليات الوحيدة التي تحتوي على زوجين من الأنتنة طبعا أيضا تحتوي على زوج من الفكوك السفلة وزوجين من الفكوك العليا على الظئس يليه زوج من الزوائد في كل جزء من الجسم أو السوميت جميع الزوائد جميع الأبندجز عدا الأنتنة الأولى المفصليات الأنتنة المفصليات الأنتنة هي من نوع البيروموس يعني يعني تتكون من فرعين رئيسين بالنسبة للتنفس يحدث التنفس بسيطة الخياشين القلز أو عن طريق سطح الجسم مثالها الاستيكاس حيوان الاستيكاس 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 أو الاسم العامة هو الكريفش أرجو من حضراتكم عند الشرح عند الدراسة أو عندما أشرح عندما تدرسون هذا الحيوان يجب أن تنظروا إلى الشكل المجاور حتى تعرفوا كل تفصيلة نذكرها أين تقع يتكون جسم الاستيكاس أو الكريفش من منطقتين محددتين جيدا هي السيفالوثوركس الأمامي والبطن الخلفي الموقع يتكون السوميس السيفالوثوركس من خمسة أجزاء رئيسية أجزاء الثمانية أجزاء صدرية وتكون هذه المنطقة مغطات بكارابيس بصدفة قوية لها امتداد أو بروجيكشن أمامي يقع يسمى بالروسترام بالخطم هذا يحتوي على على سيقان تحمل هذه السيقان عينا مركبة عينا مركبة طبعا الدرع الذي يغطي منطقة الرئيس عن ذلك الذي يغطي منطقة الصدر يكون مفصول بأخدود ظهري الموقع على جانبي الدرع توجد ما يسمى بالبرانكيوستيجت وهي تكون في منطقة المنطقة الظهرية والفرعية الجانبية للدرع وهي تغطي الخياشين تغطي القرز أما البطن فتتكون البطن من ستة أجزاء وامتداد خلفي محور يسمى بالتلسن الذي قد لا يعتبر الذي قد يعتبر أو لا يعتبر قطعة حقيقية لا يعتبر أو يعتبر true body segment أوكي لهذا الحيوان العديد من الفتحات هذه الفتحات أولها هي الفتحة الفم التي تقع في منطقة الرئيس ويحيط بها الفكين وإزاء الفم الأخرى فتحة الشارج التي تقع في التلسن وفتحة القنوات البيض التي توجد في قاعدة الزوج الثالث من أرجل المشي وأيضا هناك فتحات وهي توجد في قاعدة الزوج الخامس من أرجل المشي لواحق هذا الحيوان يمكن تصنيفها إلى عدة أقسام إلى عدة أنواع النوع الأول يسمى بايراموس وهو الذي يتكون من جزئين الجزء الأساس اللي يسمى lateral export and medial input ثنائية التفرع ومثالها السويبحات و اللويمسات السوميرتس السوميرتس and intinures أما النوع الثاني فيسمى بالفاليشياس فاليكياس وهو الورقية اللواحق الورقية والتي تحورت إلى أشكال leaf-like يعني تشبه الورق ومثالها هو الفكوك العلوية السكند الفكوك العلوية الزوج الثاني أما اليونيراموس فهي أحادية التفرع وهي تكون من فرع واحد يسمى بالإنتبود ومثالها الرجل المشي walking leg يرجى يرجى من حضراتكم للإطلاع على هذه ال appendages لل crayfish وال stakers الجهاز الهضمي تنقسم القناة الهضمية إلى ثلاثين مناطق رئيسية اللي هي ال foregut midgut هندgut الأمامي والوسطي والخلفي ال foregut يبدأ بفتحة الفم والذي يفتح بين الفكين على السطح البطني ويؤدي إلى المريء القصير ثم إلى المعدة تنقسم المعدة إلى قسمين رئيسيين تنقسم المعدة إلى قسمين رئيسيين وهي Cardiac Stomach وال Pyloric Stomach المعدة الفؤادية والمعدة البوابية نلاحظ أن Cardiac Stomach إن المعدة الفؤادية هي عبارة عن تركيب يشبه الكيس يتم تخزين الطعام فيه بينما بينما الهضم يحدث أين يحدث يحدث في المعدة البوابية إذن هناك الجزء الأول هو للخزن اللي هو الفؤادية المعدة الفؤادية بينما الجزء الثاني هو للهضم هناك غدد ملحقة به هي الغدد الهضمي الكبد التي تقع على جانب من المعدة البوابية والتي تنتج أنزيمات هاضمة تمر المواد غير المهضومة إلى المؤخرة إلى المستقيم إلى أن تفتح في فتحة الشرج إذا تلاحظون حضراتكم الاختلاف بين الأجهزة الجهاز الهضم في هذه المجموعة من الحيوانات في الألثروبودا بشكل عام وفي اللي هو الكريستيشيا واحد من أمثلتها وبين ديدان الأرض وبين البليدي المنثل أرجو مراجعة هذه الفروق أرجو مراجعة هذه الفروق هذه الصور توضح أجزاء الجهاز الهضمي الكارديكستومك فتحة الماث الإيسوفيغاس البالوريك الهيندغات إلى آخره فتحة المخرج أرجو ملاحظتها عند القراءة جهاز الدوران في هذا الحيوان يتكون من القلب الذي هو عبارة عن كيس ذو حجرة واحدة يتكون من العضلات المخططة والموجودة في الجزء الظري من المنطقة الصدرية يدخل الدم إلى القلب عن طريق ثلاثة أزواج من الفتحات ويحتوي الاستيكاس على نظام الدورة الدموية المفتوحة أوبن سيركولاتري سيستم يعني بدون أوردة ولاحظ أنه تدفق الدم من الشران الظهرية إلى الشرعيرات الدموية ثم إلى مساحات الأنسجة التي تسمى بالجيوب التي تعمل بمثابة الأوردة الدم يتتفق فوق الخياشيم قبل العودة إلى القلب الجهاز الإخراجي يتكون الجهاز الإخراجي في هذا الحيوان من زوج من الغدد تسمى بالغدد الخضراء الموجودة في منطقة الرئيس يمتلك كل عضو كيساً نهائياً ومنطقة غدية لإزالة الفضلات وتحتوي أيضاً على المثانة ومنطقة الرئيس هذا الجزء الغدي هو يتصل بال إلى الدرسل والذي يفتح إلى الخارج عن طريق فتحه على السطح البطني تحت قاعدة أو قرب قاعدة الأنتنة الأمامية أوكي الجهاز التناسل لهذا الحيوان تقع الغدد التناسلية في السيفالوثوركس تحت منطقة البريكارديا وفوق القناة الهضمية كل من الأوفاريز والتيستيس يكونان متماثلين في الشكل ويتكون كل منهما من ثلاثة فصوص وكيسين واحد أمامي والآخر خلفي القناة البيض الأوفيديكس قصيرة وتكون رقيقة الجدران ومستقيمة تقريبا تمر عموديا إلى الأسفل على فتحاتها على أرجل المشي الثالثة أما الفازة فهي طويلة وملفوفة وتكون أجزاؤها مستقيمة وطرفية تكون تركيبها عضلي ويكون مؤدي إلى الأسفل وتفتح في الأرجل الخامسة للمشي أوكي بالنسبة لصنف الحشرات فصنف الحشرات حضراتكم في هذه المرحلة لديكم درس كامل هو يعنى بالحشرات فسنترك معلوماتكم تأخذها من درس الحشرات الآن سنأخذ صنفين رئيسيين هما صنف المحيطية الأقدام كايلوبودة وهو سنأخذها بصيغة مقارنة مع الصنف الآخر اللي هو ديبلوبودة اللي هي مزدوجة الأقدام بالنسبة إلى محيطية الأقدام تسمى أفرادها أيضا بذوات الماء تقدم ومحليا تعرف باسم الأربعة والأربعين مثال هو السكولوبندرا الجسم يكون منضغط من الناحيتين الظهرية والبطنية والأنتنة تكون طويلة وهي عديدة الأجزاء بالنسبة إلى الماندبز اللي هو الفك السفلي يكون قاطع يحتوي على الزوج من الفكوك العلوية والزوج الأول هو يعني من الزوج الأول من اللي هو يعتبر تسمى بالأقدام الفكية المكزيلي أوكي تكون يعني على مخارب سامة الجنيتر أوبنينج تكون موجودة في الجزء الخلفي من الجسم وهي بشكل عام يعني مفترسة تأكل الآكلات اللحم أما بالنسبة إلى الدبلوبودة فهي أيضا تسمى بالذوات الألف قدم تدعى محليا بخاتم سليمان يكون الجسم استواني وليس مضغوط خضراتكم تقدرون تشوفون أيضا الأنتنة تكون قصيرة والسيجمنت تكون قليلة وليست عديدة الماندبل يكون ماضغ وليس قاطع يحتوي على زوج واحد من المكزيلي وليس زوجين كل يحتوي كل قطعة جسمية تحتوي على زوجين من المكز و الفتحة التناسلية تكون أمامية في النهاية الأمامية من الجسم وليس في النهاية الخلفية ويكون هو حيوان يأكل الأعشاب وليس مفترس أكل للحوم فهنا نحطينا الصفات بشكل مقارن ليسهل معرفتها ويسهل حفظها وأرجو الاطلاع على الرسوم كلاس باوروبودة جاءت تسمية الباوروبودة ومعناها صغيرة الأقدام من باورس يعني صغير وبودة معناها أقدام أو قدم فهي صغيرة الأقدام وهي مجموعة من الحيوانات الدقيقة التي يصل طولها إلى 2 مليمتر أو أقل وهي ذات إجسام ناعمة ولها العديد من الأرجل يبلغ عددها حوالي أعداد الأنواع التي تنظوي تحت هذه الصنف وتقريبا 500 سبيشيز هذه الحيوانات لديها رأس صغير ولها أنتنة متفرعة وليس لها عيون لكن لديها زوج من الأعضاء الحسية التي تشبه العيون عادة ما تحمل القطع الجذعية اللي عددها 12 تسعة أزواج من الأرجل لا يوجد أي من هذه الأرجل في الجزئين الأول أو الأخير ولديها نوع من البليت تغطي كل جزئين يعني كل اثنين يغطيها بليت واحد كل اثنين سيغمنت تغطى ب بليت واحد تفتقر هذه الحيوانات إلى القصب الهوائية والمفاصل وجهاز الدوران الصنف الأخير من المانجبيولاتة الفكيات هو السنفايلة هذه المجموعة الحيوانية تمتاز بأنها صغيرة يصل طولها من 2 إلى 10 مم وهي ذات أجسام ناعمة تحتوي على 14 قطعة 12 منها تحمل الأرجل وواحدة 12 منها تحمل الأرجل وواحدة منها تحتوي على الزوج من المغازل من السبنورتس الأنتنة تمتاز بأنها طويلة وغير متفرعة لحد الآن تم وصف 120 نوعا فقط تعود لهذا الصنف ترجمة نانسي قنقر